سلام عليكم أحيانا تجي على صديقك ولا على صاحبك تقول له ودي أستعير الشغلة الفلانية فيقول لك يا معوة تدير بالك عليها وهذه تراها الحيلة والفتيلة شنو معنى الحيلة والفتيلة على حسب المفهوم العام للناس يعني لما واحد يقول لك والله هذه حيلتي وفتيلتي يعني لا أملك سواها لكن قصة الحيلة والفتيلة مختلفة تماما عن المفهوم العام اللي متعرف عليه شنو القصة؟ القصة الله يسلمكم يابل وفي قديم الزمان كانت العروس لما تنخطب وتبدأ تجهز أمورها وثيابها وبعد ما تجهز على الـ 24 وتجي على بيت العريس كان فيه شغلتين مهمات أهم شيئين في الجهاز وهي الحيلة والفتيلة العروس أول ما تدخل على بيت زوجها أو على غرفة زوجها إذا كانت متزوجة يعني ضمن عائلة فبالتالي رح يكون لها غرفة خاصة فيها أول شغلة تسويها العروس قبل ما كان عندهم فيه كهرباء كان فيه عندهم سراج أو فانوس والسراج هذا له فتيل من القطن فالعروسة على حسب التقاليد أول شغلة تسويها تشيل الفتيلة القديمة الموجودة في هذا السراج وتحط بدالها الفتيلة الجديدة اللي جايبتها معاها وبنفس الوقت يعني شغلة هذه إلها مغزيا ليش تحط فتيلة جديدة الفتيلة الجديدة هذه على أساس أنه يعني على حسب الاعتقادات قبل أنها تكون رمز لنور عهد جديد وحياة مشرقة بالأمل وبنفس الوقت العريس ما يقدر يقرب على العروسة ويمد إيده لحد ما تحترك الفتيلة هذه ويطفي الضو إن شاء الله تظل الأذان الفجر وإن شاء الله ما تخلص من أول يوم ممنوع يقرب على العروسة وبالتالي العريس يكون حاسب هالحساب ويجب أنه يكون صاحب جلادة وصبر طويل والليلة هذه اللي ينتظرها من سنوات وشغلة ودها طولة بال شغلة ما فيها مزح وعادات وتقاليد ما يقدر يتخطاها وعندنا في الشام أو في سوريا المرأة اللي مثلا ودها تجهز نفسها علشان تروها على مكان ما والطول زيادة عن اللزوم في تحضير نفسها لهالزيارة هذه أو هالمشوار فهذه شنو يقولون يقولون يا ويلي عليها شوف تيلتها طويلة يعني بالها طويل أطول من ليالي الشتاء أما بالنسبة للحيلة الحيلة هذي الله يسلمكم كذلك العروس من أهم جهازاتها اللباس الداخلي اللي تلبسه السروال الداخلي فهذا لازم تحط له دكة من الحرير أي خيط من الحرير وظل تتعقد بهالخيط هذا لحد ما تسويه ظل تتعقد فيه لحد ما تتعب والعريس الآن أمامه جغلتين الحيلة والفتيلة وده يظل يستنى لحد ما تنطفي هالفتيلة المسعدة هذي والحد ما يقدر يفك الدكة هذي اللي متحيلة فيها العروس وكل ما تأخر العريس في حل حيلة العروس يكون هذا على حسب الاعتقادات رمز لتعفف هذه الفتاة أو العروس وكانوا يقولون عن المرأة المستهترة اللي يعني ما تعقد هذه الخيط هذا ما تعقده عقد زيادة يقولون الله يهديها دكتها رخوة أي سهلة الحل فالتقاليد وقتها ما كانت تسمح أنه تجي العروس البيت زوجها من غير الحيلة والفتيلة لذلك كانت تقول عن أثمن ما عندها من أشياء هي الحيلة والفتيلة وعلى هوا ما نفهم من هالسالفة هذه سالفة الحيلة والفتيلة أنه الزواج وحتى ليلة الدخلة سابقا كانت معقدة وعلى العريس أن يتحلى بصبر إلى أقصى وأبعد الدرجات وأتوجه بجزيلة شكر للأخ العزيز الدكتور سعود ساطي لهذا السواهري الأخصائي الأول في الصحة النفسية اللي لفت نظري إلى معنى الحيلة والفتيلة أما بالنسبة لقصة الليلة قصة الليلة الله يسلمكم من سوريا وتحية لأهل سوريا وليهون السامعين جميع القصة الله يسلمكم لشاب ينقال له ماهر ماهر هذا يعيش هو وأمه في محافظة اللاذقية محافظة اللاذقية هذه من أجمل المحافظات السورية وتصير على ساحل البحر الأبيض المتوسط المهم هذا ماهر شاب مؤدب محترم وأبوه متوفي من سنوات عديدة واللي امربيته أمه أمه امربيته كل شبر بنذر وماهر ما فلح فيه الدراسة لكن فلح فيه موضوع آخر ماهر منه هو صغير عنده واحد من خواله يشتغل فيه الادهال وادي كرات جيبسنبورد ولما شاف ولد أخته غير فالح فيه الدراسة يسوي مشاكل مع الطلاب علاماته سيئة جدا الولد ماهو حط دراسة باله وقال لك خليني طالع هالولد من المدرسة بناء على رغبة أمه وفيه النهاية خاله يتعلم له مصلحة وصار ياخده معاه على هالورش اللي يستلمها وصع على ضغط وتعليم وبعد جهد جهيد ماهر تعلم بعد ما حط عقله براسه وشاف أنه لا مفر من أنه يتعلم هالمصلحة وأمه ما تأمن تحطه عند حي الله حدا لذلك خاله كان هو المتولي الأمور وفعلا بعد فترة منزما صار ماهر من أمهر الدهانين ومعلمين الديكورات والجيبسنبورد وصار يشتغل مع خاله والأمور المادية مستورة في البداية خاله كان يعطيه جمعية بسيطة يعني كل يوم خميس يحاسبه نهاية الأسبوع وبعدين شوي شوي لما صار يتعلم ويستوعب وبعدين صار يدهن الغرفة الحاله وصار يمد المعجونة على الجدران وبعدين صار يركب ديكورات جيبسنبورد والشغلات الإدهانات هذه اللي شغله الاحترافي لا بلا جمعيته صارت تتحسن والأمور صارت من حسن إلى أحسن والولد هذا ماهر كان بر بولدته ويحترمها ويحبها إلى درجة كبيرة جدا وماهر لما كبر وفتح عيونه على هالدنيا وصار يعرف قيمة التعب وقيمة الفلوس اللي ما تيجي بالسهل وصار يسترجع الأيام الخوالي أبوه توفي وهو صغير وأمه اللي كانت بلشانة فيه وتشتغل من هنا ومن هناك فصار يحسب والدته وتعبها والدته عندها روماتزم في الركب عندها بعض الأمراض لأنها شقيت وتعبت الحدمة صار وتصور وصار لحي وشوارب لذلك كان ماهر يحب والدته ويعتني فيها ويداريها حتى ثيابها ما يخليها تغسلها على الرغم أنه يقادر على غسيل الثياب بعدين جاب له غساله وصار هو ليغسل ويشطف أرضها الديار عندهم بيت عبارة عن مثل البيت العربي مكشوف وهذا البيت بحاجة إلى شطف كل يومين ثلاث والولد ما يخلي أمه إلا تطبخ الطبخة اللي هو ما يعرفها أو لما تكون الأمور المادية ممتازة يجيب له فروج مشوي ولا كباب ولا مشاوي المهم يحاول قدر الإمكان أنه أمه ما تتعب وكل أسبوع كل نهاية أسبوع يوم الجمعة يطلع هو وأمه على شط البحر يتصيد له شوي تسمك ويفسح أمه شوي يترفها عن نفسها طول هالأسبوع محصورة بهالبيت يادوا بتطلع لعنده جارة فلانة ولا لعنده جارة فلانة فنهاية الأسبوع يطلع هو وياه يتمشون على شاطئ البحر وهذا ماهر عايش حياته هو وأمه بالطول وبالعرض ومهو إياها مثل السمنة على العسل وتقول له روح يا ابني الله يوفقك وإن شاء الله تمسك التراب يقلب بإيدك ذهب والولد الله سبحانه وتعالى موفقه وأموره عال العال ويشتغل مع خواله فيه لدهان وبعدين شوي شوي ماهر صار ياخذ بعض الورش الصغيرة يعني تصير له غرفة عند الجيران فيها الحارة واحد معمر بيت جديد يعني صار ياخذ بعض الشغلات على حسابه وصار شوي شوي يقوي قلبه لأنه المصلحة ودها قوة قلب مو حيلا واحد يقدر يفتح مصلحة أو أنه هو يصير مسؤول عن عمال ولا عن ورش ياخذها لذلك شغله ودها يكون قلب جامد وقلب قوي المهمة تروح الأيام وتجي الأيام وتمر الأشهر والسنين الحد ما صار ماهر هذاك اليوم فيه منتصف العشرينيات وأمه كل فترة والثانية تقول له يا ماهر خلينا نجوزك يقولها يا مبكير لاحقين على هالهم وتقول له أي هم يا ابني يمكن الله يهنيك يمكن الله يسعدك ببنت الحلال وليش تقول عنه هم كان ماهر عنده بعض الأصدقاء المتزوجين نسوان خواله يسمع عن المشاكل الزوجية اللي يتصير وهذا مرتوز علانة وهذا مرتو مدري شنو ودها وهذا فا الشاب كان شوية يعني خايف من موضوع الزواج والأحوال المادية لا أود شد إيدك مستور وأول بأول وكان يتحجز على أمه بالوضع المادي يقولها يا إما العروس ودها جهاز ودها مهر ودها غرفة نوم ودها تقوله شد حيلك سن زمان تجمع مهر وأنا عندي ثلاث أربعة أساور أبيع لي إسوارة منهن وأساعدك لا تخاف لا تاكل هم والزواج الله سبحانه وتعالى ميسر أموره في النهاية ماهر شاف أنه هذا الموضوع لا بد منه وأمه صارت تتنق عليه وتقوله ترى إذا ما تتزوج والله أغضب عليك يا ماهر يقولها كل شي إلا غضبت شي إما وفعلا بدأ ماهر يفكر في موضوع الزواج لكن منه شريكة الحياة اللي يوده يتزوجها في يوم من الأيام عندهم بنت بهالحارة ينقللها ميساء ميساء هذي العيون خضر والشعر أشقر والخصر ظامر وبنت الطيرة لأقول وشافها ذاك اليوم ماهر أعجب فيها وطار عقله ولما أمه تضغط عليه في موضوع الزواج قال هذه هي زوجة المستقبل لكن الشاب هذا بحياته ما ساوى علاقة مع بنت ولا سولف مع بنت يستعي من النسوان وما عنده هسولف ما يعرف غير أمه وخالاته فشلون وما عنده يسولف معها في النهاية تجرى وسلم عليها في يوم من الأيام وعرض عليها موضوع الزواج مباشرة قال لها يا ميساء أنا عارض عليك الزواج ودي أطلبك على سنة الله ورسوله شو تقولين البنت حطت راسها بالأرض وصارت تضحك وتركت ومشت قال لك معناته البنت موافقة وهذا الضو الأخضر ووجي على البيت هذاك اليوم ولا الابتسام من الإذان للإذان شافت أمه مبسوط خير يا ماهر ضحكنا معاك شوك اليوم مبسوط وتغني يا ليل قالها والله يا يمه نويت أتزوج قالت الساعة المباركة يا ماهر الحمد لله اللي الله هداك في النهاية مني سعيدة الحظ وكاد شايف لك وحده قالها إيه والله مني قال لها والله ميساء بنت أبو فلان قالت والله الجماعة محترمين أبوها محترم وكان صديق والدك لكن أمها يا ولدي امرأة قوية وشرنة وشرنة يعني صاحبة مشاكل وما ينقدر عليها قال الله يا أمه أنا ودي أخذ البنت ولا ودي أخذ أمها قالت يا ولدي لو تلاقي لك وحدة غير هالبنت ويعني البنات كثار والجمال ما هو عبر ترى قالها إيه ما خلاص ويعني الأم أمها ببيتها والمرأة أنا ودي أجيبها لعندي وعيش أنا وياها وانتي ما لي بأمها حاولت الأم مع ماهر أنها تثني عنها الزواج أو عنها البنت هذه لكن الولد هو شاف البنت وما ظل عنده عقل صارت كل أحاسيسه ومشاعره عند ميساءه المهم الأم في النهاية أرضخت لمطالب ابنها وقالت لك لعله عسى البنت تكون أحسن من أمها وخلينا نشوف قالت شوف خوالك خبرهم بلغهم علشان يروحون معاك بالجاه وفعلا خبر خواله واجمعوا حالهم وخذ موعد هذاك اليوم من أبو ميساء ويروحون يوم الخميس وتقدموا لخطبة البنت وتمت الخطبة على خير وحددوا موعد الزواج بعد حوالي أسبوعين إلى ثلاث أسابيع على بين ما ماهر يضبط له غرفة يدهنها ويضبط أموره والعروسة جهز نفسها وتقوم الأم هذاك اليوم تبيع واحدة من أساورها وماهر من شغله كان ضاغط على نفسه زيادة عن لزوم وخفف من المصاريف والطلعات والروحات والجيات المهم جهز المبلغ واشتراله غرفة نوم متواضعة ودهن البيت وضبط الأمور على الأربع وعشرين وبعد ثلاث أسابيع ساوا وعرس على قد الحال وتزوج ماهر من ميساء وعاش هو وياها أول أيام حياتهم مثل السمنة على العسل وميساءه هذه لمن جت بنت الطير للعقل جمال وطول والولد من بهر فيها يقعد قبالها ويفتح حثمه وبس يتفرج عليها البنت وكأنها باربي أو لعبة وبس يتفرج عليها والبنت تتبسم وتضحك والأمور ماشي بشكل طبيعي بعد أسبوعين ثلاث لا بالله بدت المشاكل شوي شوي تطلع شين المشاكل؟ يعني المرأة هذه لا عندها سلفة لا عندها ضرة لكن بدت المشاكل تطلع بينها وبين أم ماهر أم ماهر المرأة المسكينة بحالها ما هي صاحبة مشاكل وتعرف تقول لك يعني على هو ما هي شايفة وهو تجاربها فيها الحياة فتعرف الكنة تضايق من أي ملاحظة من حماتها أو أي كلمة أو أي تدخل إن كان بيقصد ولا بغير قصد لذلك أم ماهر كانت تختصر كل شيء وما تعلم على البنت والبنت ما شاء الله عليها أمورها كويسة تطبخ وتنظف وتغسل وأمورها كويسة يعني لكن البنت بدت شوي شوي لما يجي ماهر تالي النهار من الشغل يا ماهر والله اليوم أمك قالت لي كذا وأمك قاعدة تعطيني أوامر وأمك مو معجبها طبخي وأمك مو معجبها شغلي عادة العجوز هذه أم ماهر ما تقرب عليها ولا تقولها يا مايلي اعتد لي ولا تقولها هذا بشنو لكن المرأة هذه احقدت على أم ماهر بدون أي سبب وشايفة أنه أم ماهر هي السبب تعاستها وصارت كل يوم تمسك ماهر يا ماهر أمك قالت يا ماهر أمك سوت يا ماهر أمك يقولها يا بنت الناس خافي يلا أمي ماهر من هالنسوان اللي تنق واللي تسوي مشاكل واللي مايعجبها عجب أمي والله لو تجيبي لها خبزة وبصلة رضيانة ما عندها مشكلة تقولوا لا أنت ما تدري أنت مسكين وتطلع من الصبح على شغلك ما تدري شنو اللي يصير أمك بعد ما تطلع تقلب امرأة ثانية لا تخليني أنام لا تخليني أكل على كيفي لا تخليني أقعد على كيفي مسود عيشتي وأنا لساتني عروسة جديدة يا ماهر ما خلتني أتهنى حتى بشهر العسل لكن أنا من البداية ما حبيت أقول لك وأوجع راسك وقلت يمكن هالعجوز الله يهدها لكن أنا شايفي يا ماهر إذا الأوضاع ظلت على حالها والعجوز هذه متسلطة علي أنا لا يمكن أنه تستمرها الحياة بهذا الشكل يقولها يا بنت الناس طولي بالك وعيب عليك وهذه أمي شنو قالي أنت تصول أمي ما أنظر الله بها من سلطان وأمي ما عندها الأطباع هذه يا بنت الناس يجي يمسك أمه الولد في البداية كان خجلان من أمه يعني شلونه دي يجي يفتحها بهالموضوع ففيه من اليام أمه شافته متعكر مزاجه والبنت كانت في زيارة عندها لها فقالت خير يا ابني يا ماهر شنو موضوعك أشوفك منت مبسوط خير في مشاكل بينك وبين زوجتك قال لها والله يا إما صراحة المشاكل ماهو بينه وبين زوجتي وأنا لي طلب عندك شي إما هب شرب عزك شنو ودك قال لها يعني البنت هذه توهجاي جديد على البيت وما صر لها ابو كم شهر وتعرفين عروس جديدة ودها يعني تتأخر بالنومة شوي يمكن الطبخة اللي تطبخها ما تعجبتش يمكن متعودة على غير عادات لكن شوي شوي مع مرور الوقت راح تطبع بطبعنا وتتعود على عاداتنا لكن هي ما شغلة ودها طول تبال ودها صبر وأنا ولدش الوحيد وأنت اللي نقيت علي وقلتي اللي تزوج قالت يا ولدي أنت شنو قاعد تسولف ليش أنا شنو مسويت لها أنا يعني البنت أنت تطلع من هنا وهي ترجع تحط راسها وتنام ما تقعد للظهر وبهالوقت يا ولدي أنا أكون النظفت وشطفت وقاعد أحضر للغداء والخانم هذي توها صاحي من النوم أبد أني أذن الظهر وهي تطلع من غرفة النوم أنت شنو قاعد تسولف يا ماهر يا يما معقولة قالت معقولة وستين معقولة تصدق مرتك وما تصدقني قالها لا يما مو قصة النوم كذبتش لا سمح الله بس صراحة يمكن أنا سامعان بالغلط أو سامحيني يا يما أرجوش قالت يا أوليدي النسوان بلاويهن كثار واللي ما يكون قد حاله ويفتح عيونه ترى يوهر فنه بستين داهية لذلك يا أوليدي ودك يدير بالك وأنا نصحتك عن البنت هذه لكن أنت ما رديت علي الله يهداك البنت هذه طال على أمها أمها قوية والمثل يقول طب تجرع تطلع البنت لأمها وأنت الله يصلحك ويهداك لكن الآن خلاص الفاس وقع بالراس أودنا نداري هالبنت ويعني نحاول قدر الإمكان نستوعبها لكن أنا لي طلب عندك يا ماهر أطلبي وتمني يا يما قالت يعني أتمنى أنك ما تجيب سيرة لزوجتك أني صلفتك هالسوالف وخلي صالفي بينه وبينك والآن وصلتك الصورة وأنا لك علي يا ماهر ما أقرب عليها ولا أقولها ليش نايمة وليش قاعدة وأنا أصلا ما قلت لها لكن شوفت عينك أنا تعبانة وصرت أعاني يعني من الألم في الركاب ويا الله شايلة حالي وتخبر أنت قبل اللي كنت تشطف وأنت اللي تنظف وأنت اللي تغسل وبعد ما تزوجت أنا اللي صرت أساوي الشغل هذا وما حبيت أوجع راسك منه وأنت عريس من الأيام الأولى وأقول لعله وعسها هالمرأة تنصلح المهم ماهر لما سمع سوالف أمه وما عنده شك ولا كلمة قالتها أمه قالك المرة هذي قاعدة تلعب علي وودها تساوي فتنة بينه وبين أمي اللي ما لها غيري بهالدنيا يعني فيه النهاية وين ودي أرمي أمي ولا أرمي نساوين الدنيا كلها ولا أرمي أمي المهم هذاك اليوم بعد ما جدت زيارة من أهلها ويمسكها ومعيب عليك وأنا شفت أمي هي اللي تشتغل وهي اللي تنظف وأنا ترى صار لي فترة منزمة أعرف وأقول لعله وعسها أنش تستحين على حالك وتخجلين على طولك يخرب بيتش طولك طول الحورة وعقلك عقلة صخلة وحاطة عقلة شب عقل أمي هذه اللي خلفتني وربتني وتعبت عليها سنين وآخرتها أمي تشتغل خدامة عندك ياللي ما تستحين المهم غسلها تغسيل البنت عرفانا شنو قاعدة تسوي وفعلا أم ماهر هي اللي قائمة بالشغل كله وهذي ما يساءه انفكرة حالها أميرة وأم ماهر خدامة عندها ما تصحى الأذان الظهر وعلى بين ما تمطط وعلى بين ما تصلح مكياجها وعلى بين ما تسوي لها الدوش يكون أظن العصر واللي ضرب ضرب واللي هرب هرب وعلى قولة المثل اللي شرحناه في البداية الظاهر أنه ما يساءه هذي فتلتها طويلة ودكتها رخوة المهم تروح الأيام وتجي الأيام وماهر منصبه على الشغل ويرجع بعد أذان المغرب وصارت المصاريف تزيد شوي وكل فترة وثانية يسأل أم هايا يم شلون البنت معا ش تقوله ها يعني شبه أنها تعدلت شوي لكن ماهو بشكل مطلوم أم على جوليد يطول بالك لكن البنت ما يساء صارت تفتعل المشاكل مع حماتها وصارت كل أسبوع زمان عشر تيام الضب بأجت ثيابها وعلى بيتها خير يا ميساء تقول حماتي حماتي ضربتني وحماتي طردتني وحماتي مدري شنو وتفزع أم يساء على أم ماهر ويلي ما تستحين وعيب عليك والبنت هذه فكرتها خدامة وليش أنت شنو ناقصت أو يطلع صياحة نساوين بالحارة أو يتفزع نساوين الحارة الفاهمانات يفك كان بناتا وعيب عليك يا أم يساء والمرأة كبيرة ومريضة ويحاولون قدر الإمكان يهدون الوضع وياما فزعان ماهر من الشغل يترك الشغل يترك الدهان ويرجع على البيت يفك بين أمه وبين زوجته لكن الأمور فيه النهاية وصلت حدها وفي يوم من الأيام ما يساء مسكت ماهر وقالت يا أنا بهالبيت يا أمك بهالبيت وماهر المشكلة يحب البنت هذه وميت فيها والآن صار بين نارين بين نار حب زوجته الجميلة هذه وبين نار أمه وغضب الوالدين وأمه بنفس الوقت ما تشتكيله لكن هو قاعد يشوفه نفسه وصار يسمع السوال في من الجيران وأبناء الحارة ويماهر فالرجال ما عد يعرف شنو يساوي لكن في النهاية قالت يا أنا يا أمك واختار يا أمه طالعني أقعد ببيت لحالي وأخليك تعيش سلطان زمانك قال لها يا بنت الناس هو أنا شغل ويالله مكفيني مصاريف وموكياجات وعطورات لحضرتك ولقمت هالأشلة اللي ناكلها أنا أقدر أفتح بيت ثاني وأمي هذه وأنا أتركها قالت والله هذا اللي جاك يا ماهر وهذا اللي عندي والضب ثيابها وتزعل على بيتها لها وماهر قالها درب تسد ما ترد وأمها ذاك اليوم زعلت وخذت على خاطرها وقالت يا ولدي المرة هذه ما لك إلا أنك تطلقها وزيت وراها ستين حجر والحمد لله أنه خلال هالفترة سن زمان ما حملت طلقها يا ولدي وأخلص منها والله لا أزوجك ست ست وأزوجك أجمل بنت بها الحارة وبعدين يا ولدي هذه المرة اللي شايفها كله نهار على حمرة ومكياج ومدري شنو وغنج ودلال وفلوسك كلها رايحة حق عطورات وثياب وهدايا المرة هذه ما منها فائدة يا ولدي قالها يا معيني خير وهذه زعلة راح أسوي لها فركة إذن وبالعادة لما كانت تزعل ما يساء اللي عندها لها أبو يوم يومين يروح ماهر يروح يرضيها ويجيبها على البيت وينبه عليها لا تقرب على أمه لكن البنت خلاص حطت دابها ودابها المرة لكن في المرة الأخيرة أوز على الأخيرة هذه أم ماهر استنفرت وقالت المرة هذه معدلها رجع لعندي على البيت يا ماهر تفهم ولا ما تفهم قال لها لي وديت شاي يا أمه طولي بالت وماهر يقول لك خلاص خلينا الآن السالفة حامية وخلها العالبين ما تبرد هالأمور شوي والبنت هذه خليني أخليها عند أهالها شهر زمان وخليها تتأدب وتعرف إن الله حق امرأة قوية قدها عشر مرات وراح تضوقها الويل وهذه مرت أخوها اللي اسمه عمر المرة هذي قوية ويا ما صارت تبهدل أم يساء وتغلط عليها بالكلام ولا وبعض الأحيان صارت تتمد إيدها عليها وكما تدين تدان وأم يساء تدافع عند بنتها تجاه أم أهر يعني ودها بنتها تطلع وتتستت ببيتها حالها وزوجة تولدها وإذ هيها تشتغل خادمة عندها وهذا الأمر ما يصير المهم راحت الأيام وجدت الأيام أسبوعين زمان عشرين يوم وهذه ميساء تشوف لك ماهر معلوبة العادة يطول كل هالفترة وصارت وصارت تحن بينها وبين حالها وتقول لك هذا لا يكون ودي يتزوج علي وكاد أمها الحرباية هذه صارت تتنق عليه وكاد راح تزوجه وما تعرف حالها شنو دهت تساوي وصارت تتعض أصابعها ندامة لأنها عايشة ومستت ببيت ماهر أو عايشة بعز ونعيم لا صار ولا تصور ما شافت ببيت أهلها يعني نعيم على قد الحال ما هو شغل ملوك ووزراء وامراء لكن نسبة للعيشة عندها أهلها البنت مستت ومدلل آخر دلال المهم في يوم من الأيام وتقوم ميساء تمسك أخوها عمر عمر بعد ما تزوجت ميساء من ماهر صار هو وماهر يعني مثل الأصدقاء يطلعون ويروحون على القهوة يطلعون على البحر بحكم أنهم صار ونسايب فامسكت أخوها عمر وقالت يا عمر شني أخبار ماهر أشوف ولا صوت ولا حس ولا خبر قال لها والله ماهر بل شان بهدهان وعنده ورش وقاعد يشتغل والله من كم يوم شفته وصراحة ما عندي خبار زيادة عنه قالت يعني مهنا ويرجعني قالها والله ما أدري أنت رفست نعم تشب عجرتش وقال عشوك تشب عيدتش وأحملي إذا تحملين قالت يا عمر ودك تلاقي لي حل ودرجع الآن صارت عيش دي سودة عندكم وبهالبيت لاني خلصان من مرتك ولاني خلصان من أمي لا عاد أقدر أنام على كيفي والآن ودك تلاقي لي حل يا عمر أرجوك شوف اللي ماهر هذا تعالوا بطريقة غير مباشرة قال الهم عشي خلينا نشوف شنو الله يسر وماهر مطنش البنت وقال لك خلاص خليها لحد ما تتأدب وتتربى من جديد وبعدين لكل حادث حديث عمر هذاك اليوم طالع مع اثنين من أصدقائه واحد ينقال له علي وواحد ينقال له شادي علي وشادي هذول من أصحاب السوابق عندهم سوابق مشاجرات وبعض المشاكل وهذا مرافقهم من جديد وشافوا هذاك اليوم عمر ماهو مضبوط خير يا عمر شنو وضعك حد امزع لك ترى ابشر ولا نمسك ونكسر وتكسر قال لهم والله ما في حد امزع لني لكن عندنا مشكلة عائلية وتخبرون انت خير شنو المشكلة ممكن نساعد قال لهم عمر تحرفون عمر زوج أختي قال ايه عمر ايش بو مزع جاك بشي ولا الان لنروح نشحط وشحط قال يا جماعة طاولوا بالكم عشانو انت وما عندكم غير نشحط ونذبعه اترككم منها السوالف شنو الموضوع قال الموضوع وما فيه هذه أختي زعلاني عندنا بالبيت وصار لها حوالي شهر شهر ونص وهذا ما هو راضي يرجع يعني يرجعها على البيت وما احنا عرفانين شو دنا نساوي واختي طلبت مني المساعدة ليش شنو المشكلة وليش أختي زعلاني قال زعلاني من حماتها وتعرفون مشاكل الحماية والكنة قالولو عمر هذا شنو أوضوع المادية حماته امرأة قوية كذا شنو أوضاعهم المادية المهم من سالف لسالفة عرفوا انو الحماية عندها ثلاث أربع يساور بأيديها وقالوا يا عمر اش رايك بدال ما نضرب عصفورين بحجر نضرب ثلاث عصفير بحجر قالولهم شلون قالوا مو انت تقول أختك ما ودها ترجع على البيت وحماتها موجودة قالهم ايه نعم قالوا له الحل موجود وشغلة بسيطة ولك شلون الحل بسيط قالولو ننزل على البيت على بيت عمر لما ما يكون فيه الشغل ولا طالع يسهر ولا طالع برا البيت ونخوف حماته ونسرق اذهبات وبهالحالة الحماية رح تفكر انو فيه عفاريت في البيت ولا جن ورح تطلع من البيت وما تسكن فيه وبنفس الوقت ترجع أختك على البيت وبنفس الوقت نستفيد احنا وياقل شيء هالأساور اللي عندها نبيع هنا ونقاسهم حقهم قالهم والله فكرة بس نخاف يمسكنا ماهر نخاف عادة يشوفنا قالوا ما عليك احنا ندرس الأمر ونضبط الوضع وبعدين بيت عمر من ورا فيه وراه بيت مهجور ونقدر نفوت من الخلف ولا حدا يشوفنا ولا مين شاف ولا مين دره لكن يا عمر ودك انت الضبط للوضع وأهم شيء تضمن انه ماهر ما يكون بالبيت شلون ما شلون وتخطر على بال عمر فكرة شيطانية ويجي هذاك اليوم على ماهر قال يا ماهر أختي ميساء وصراحة أتريد تشوفك وتتفهم هي وياك وصارك فترة أنت مجا فيها ولا سألت عنها وودها تشوفك صراحة علشان تتفاهمون على تاليها الحياة يا أما يعني تستمرون وترجع على بيتها وتلاقي لها حل يا أما اطلقها وتروح البنت في حال سبيلها والبنت ماستنيدها كل يوم في السهرة قالوا أنت متأكد أنه ميساء هي تقول هيش قال اي نعم وصراحة أنا كأخ لها يعني لازم نلاقي حل يا عمر عفوا يا ماهر ما تصير الأمور الظلم استمر بها الشكل قالوا ماشي يا عمر أنا اليوم ودي أتأخر بالشغل لكن على الساعة العاشرة إن شاء الله أكون عندكم ودني صيف والساعة عشرة تقريبا بعد أذان العشاء بنص ساعة قال على بركة الله ويروح كذلك على أهله عمر أو قال الأم وأبوه ترى ودو يجينا اليوم ماهر علشان يلاقي حل والظاهر أنه ناوي يرجع البنت على البيت أو أم يساء هذاك اليوم قومت الدنيا وما قعدت هلا وما يجي وما يفوت بيتنا هل لي ما بيستحي هل لي قال له هيا همطة ولبالج والأمور ما تسنحل بهالطريقة والبنت صار لها شهرين قاعدة بوجوهنا ومشاكل هي وزوجتي وبعدين المرأة ما لها إلا زوجها في النهاية خلي يجي الرجال ونشوف شنو عندو ليش أنت مكبر الموضوع وقدر يقنع أهل الميساء أهلو ويقنع ماهر أنهم يلتقون فيها ذاك اليوم علشان يخلالهم الجو ويسطون على بيت ماهر المهم جدت الساعة ثمانية ونص تسعة حل ماهر من الشغل ولبس وتأنق وتعطر ومشتاق الميساء ويطلع بأجمل مظهر ورايح على بيت حما على أساس أنه الأمر ينحل وشفت أمها يا ماهر بالعادة ماهر بعد ما زعلت مرته ما يطلع لا على سهرة ولا يروح ولا يجي وين قال أنها والله ويدي يروح على أهل ميساء وميساء يعني ظاهر أنها تعدل عقلها وحطت عقلها براسها ورجعت لصوابها الظاهر قالت يا ابني يا ماهر ذيلة شلب الله يعزكم حطوه بالقالب أربعين سنة وما تعدل هذه ميساء ويدها تعدل برضايا عليك لا تروح عليها يا ابني وأتركك من هالعائلة هذي وشوف لك بنت حلال غيرها وطلقها قالها يا ماهر الله هداعش طولي بالك وخلينا نشوف الجماعة شنو عندهم والمرة شنو عندهم يمكن تغيرت المهم ركب ماهر وراه على بيت أحمى وعمر كان يراقبه من خارج البيت براس الشارع واقف له أول ما دخل على البيت وأمن عليه وكان على اتصال مع أصدقائه وينزلون هذاك اليوم على بيت أم ماهر أم ماهر طبعا بهالوقت هذا تحط راسها وتنام تنام بكير وتصعى بكير يا دوب أم ماهر غفلته شوي إلا ما تسمع صوت حركة في البيت قامت المرأة تشوف شنو اللي صاير منو في البيت تفكر ولدها رجع تفكر حالها إنها صارها عدة ساعات نايمة تنادي ما حدا يرد عليها شوي ولا تنقطع الكهرباء بسم الله الرحمن الرحيم وما تحس وتدري إلا واحد ماسك سكين ويحطوا سكين على رقوبتها وقال لها لا تتحركين ولا تصحين ولا تصرخين ترى السكين على جوزتش بمجرد ما تتحركين حركة ولا غلط بسيط ترى جوزتش هذه أشلعها يا ابني طول بالك من وأنت قال لها أشلح الأساور أي أساور قال لها الأساور اللي بإيدتش الحلقات الخواتم يلا بسرعة المرأة عندها المالي عادل الروح ويا ابني هذول الحيلة والفتيلة ومخبيتها للأيام والله يرضى عليك ومن وأنت وشودك مني المهم أصدقاء الأثنين جودهم يشلحونها الأساور من إيديها ولابسها حلقات وخاتم المرأة حاولت تصيح ويقوم واحد منهم يضربها على رأسها من الخلف بعصايا حاملها وبتقع المرأة بالأرض لا من إيدها ولا من رجلها ويشلحونها الأساور والخاتم والحلقات وبحبشوا بهالبيت من هنا ومن هناك وقشة والفلوس الموجودة ويا دار ما دخلت شر وماهر قاعد عند ميساء وميساء تذبل بعيونها ومضبطة حالها على 24 على آخر طراز ومتأملة إنها ترجع هذاك اليوم مع ماهر على البيت لكن حصل خلاف بين ماهر وبين حمات وأم يساء وقومت الدنيا وما قعدتها في النهاية وصل النقاش بيناتهم إلى شيطان الرجيم ويطلع ماهر ويخبط الباب وراه ويجي على البيت يضرب أخماس بأسداس ويقول يا ريتني سمعان كلام أمي وماني جاي على هالعائلة ويمطلق هالمرأة لكن صار اللي صار المهم لما جاي على البيت ويلاقي الكهربا مقطوعة في المنزل على الرغم الإنارة في الشارع شغالة والكهربا جاي بالحارة قال لك يمكن قاطع الساعة أو الديجنتير الرئيسي يمكن نازل يمكن حاصل شورت وفعلا لما جاي على قاطع الساعة الرئيسي ولا نازل رفع القاطع وقال لك بعد هالمعركة الطويلة والدنيا صيف وحار قال لك خليني أخذلي شوار ودخل على الحمام ولا أمه متمددة بالشوار ولا من إيدها ولا من رجلها عفوا بالبانيو وأمه ما لها بالعادة بهالوقت هذا تصحى وتتحمم المهم حاول يشيل أمه يشوفها طيبة ولا ميتة أمه لا من إيدها ولا من رجلها مباشرة اتصل على الإسعاف حضر الإسعاف تم إسعاف المرأة على المستشفى لكن أم ماهر كانت متوفية لكن ماهر ما كان مقتنع بموضوع الوفاء وأمه يعني صار لها سنين عديدة ما تتحمل بالليل وبهالوقت هذا تكون نايمة وشنو الموضوع شنو اللي حاصل بالكشف بالكشف الأول على جثة أم ماهر تبين أنه المرأة الظاهر متزحلقة وواقعة في البانيو وماكلى ضربة على الرأس وما دققه في الموضوع تشريح وطب شرعي وكذا قال أول مرأة كبيرة في السن وعندها عدة أمراض وعلى أثر الوقعة هذه الظاهر توفيت المهم ماهر استلم جثة والدته وحزن عليها هذاك اليوم حزن عظيم وصار يعض أصاب عنو دامة يقول علواني بس طايعها وماني رايح على بيت أهل أم يساء وكان ما صار اللي صار لكن قال فيه النهاية هذا قضاء الله وقدر وخلص المياتها بهالدنيا والله يرحمت شيئا يما حزن عليها حزن لا صار ولا جرى ومن أول الناس المعزين واللي كانوا واقفين بجانب ماهر عمر وزوجته ميساء وأم يساء وأهلها وطول بالك يا ماهر وهذا قضاء الله وقدر وسنة الله في خلقي وشغله وده طولة بال ورجعت ميساء على بيت ماهر الآن حماية ما ظل فيها وهذوله عمر وأصدقاء الأثنين ضربوا ضربتهم وعلى أساس أنه المرة ماتت بشكل طبيعي لكن بعد ما صحى ماهر بعد أسبوع بعد ما خلصت التعزي واللي راح راح أو بعد ما شوي بدأ يفكر أو يخطر على باله أساور أمه أمه عندها أساور ذهب وعندها خاتم وعندها حلقات وعندها شوية فلوس وصحى ماهر جي على غرفة النوم غرفة أمه ما في لا أساور ولا في فلوس ولا من يحزنون وإن راحة الأساور وين كذا قال لك وحق الله أمي ما ماتت موتة طبيعية إلا السالفة وراها شبهة جنائية المهم ماهر حاول يبحث عن الأساور عن هالفلوس ما لقالهن أثر أبدا صار يسأل التجارات سأل خواله أمي أعطتكم فلوس أمنت عندكم أساور قالوا أبدا لا أعطتنا أساور ولا أمنت عندنا فلوس شنو الموضوع قال الموضوع تحرفون يقول الخواله أمي كان عندها ثلاث أربعة أساور وعندها شوية فلوس حاطتها على جنب وعندها خاتم وعندها هذول ما لقيناهن ولما غسلنها النسوان أكيد رح يشل عنها كل شي ولوم لقيت شي بإيديها كان أعطني راحوا جابوا المرأة اللي غسلت والنسوان اللي شاركا بالغسيل قالوا أبدا ما شفنا بإيديها شي لكن يا ماهر شفنا فيه أثر ضربة على الرأس قال نعم الضربة هذه قالوا أنه واقع بالحمام وظاهر على البلاط بلاط الحمام وشلت الضربة هذه وبسبب الضربة صارت الوفاة لكن ماهر ما أقتنع به السوال في هذه كلها ويروح من أول وجديد على البحث الجنائي في اللاذقية وقالوا لهم يا عمي سالفة كذا وكذا وكذا أمي كانت لابسة ذهب وتوفيت قبل أسبوع عشر تيام وأنا عندي شك أنه أمي ما ماتت بشكل طبيعي وأمي أصلا ما تتحمم في إلباني وأمي على دقية قديمة تحط دلو سطل مي وتتحمم مثل قبل تقعدلها على كرسي صغير وتتحمم ما عمرها تحممت بالبانيو وأصلا لما ركبنا البانيو صارت تضحك علينا وتقول شنو هاذ رجال الأمن خذوا البلاغ على محمل الجد والحل الرأي قالوا والحل والرأي الآن وودنا نرجع نفتح تحقيق من أول وجديد وودنا ترى يا ماهر نجيب القريب قبل البعيد قال أبدا جيبه ولي ودكم يا المهم دم أمي ما يروح حدر والله يعطيكم العافية وجزاكم الله خير الجزاء المهم بدى رجال البحث الجنائي التحقيق فيها القضية من أول وجديد وبدوا يجيبون الخوال والعمام والقرايب ومنهين ومن هناك واستجوابات وتحريات وينتبه واحد من المحققين على عمر عمر بصفة أنه من أحد الأشخاص اللي يترددون على ماهر ولو معرفة ولما سألوا عن عمر قالوا عمر مرافق اثنين من أصحاب السوابق واربطوا الأحداث ببعضها ويجيبون عمر ويلقون القبض عليه قالوا يا عمر ترى أصدقائك الاثنين شادي وعلي اعترفوا وقالوا أنت المخطط للجريمة والآن ما عليك إلا أنك تعترف وتقول شلون وليش عمر لما شاف أنه أصدقائه حاطين الشغل براسه وطبعا الرجال الأمن كانوا معتقلين شادي وعلي على ذمة التحقيق قال لا والله يا سيدي أنا لاني مخطط ولا نمنفذ اللي خططوا علي وشادي وأنا كنت شريك معاهم قالوا أيوه المهم بدأ يعترف عمر عن اللي صار في هذه تشال ليلة وقال طيب شلون حطيتوها في الحمام وشلون صار قال بعد ما ضربناها والمرأة لا من إيدها ولا من رجلها وكتشفنا أنه المرأة ماتت وخذينا الذهب والأساور والفلوس والفلوس اللي عندها خطر على بال واحد منهم واللي هو شادي قال خلينا نرميها بالحمام ونعبي الباني ومي وعلى أساس أنه المرأة ماتت موتها طبيعية لأنه لما ضربناها على رأسها ما طلع دم وعلى أساس مشت الأمور وفعلا تم دفن المرأة وما حد انتبع على هسال فهذه أبدا ويجبون شادي وعليوي وهين يوجعك وهين اصرفوا بالجريمة المنسوبة لهم ومثلوا الجريمة وانكشفت الحقيقة وانتشر الخبر في الحي ويا بنت قولي لأمك عمر وشادي وعلي هما اللي اقتلوا أم ماهر وبعد ما ماهر اكتشف هالموضوع وأنه هذا عمر أخو زوجته هو اللي كان متسبب بمقتل أمه ويقوم يطلق ميساء أما بالنسبة للمجرمين الثلاثة تم الحكم عليهم بعد عدة جلسات بالإعدام شنقا وكانت هذه نهاية القصة القصة فيها الكثير والكثير من العبر اللي نستخلصها من خلال مجريات وأحداث القصة وأهم هالعبر ترى الكبار الأباء والأمهات لهم تجارب فيها الحياة واللي مار عليهم ما هو مار علينا واللي يشوفونهم بعيونهم ومن خلال تجاربهم إحنا يمكن ما نكتشفه وما نقدر نعرفه بعد عدة سنوات وإلا بعد التجربة أو أم ماهر نصحته من البداية أنه لا يتزوج هالبنت ولا يدور على الجمال والجمال ما هو كل شيء في المرأة لكن صار اللي صار والقصة فيها عشرات العبر والمواعظ نسأل الله العفو والسلام لنا ولكم جميعا في نهاية لا تنسونا من اللايك والاشتراك بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك دمتم في رعاية الله وحفظه